اشتركوا في القناة منذ اول اطلالة لها من خلال ان تكون بخطة ثابتة نحو النجاح ذكية حريصة باختياراتها قد تكون قليلة جدا من خلال لقاءاتها ولكن لا تظهر الا لاشياء ضرورية واخترتنا لان تكون معنا بهذا اليوم ونقول من خلالها تول ليل رحبوا معي بالفنانة هيفا حسين حياة الله الله يحييتش اول شي شكراني على المقدمة الجميلة حبيبتي وبعدين انت قلت الفنانة الشابة وين خلاص كبير ماكو بالعصر ماكو شيء ماكو تقول شباب 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 قلب صحيح حبيبتي وانا وايد سعيدة اني متواجدة معاكم واكيد برنامجكم وايد متميز سهلت علشان شذي همني ان انا اتواجد فيه حياتي تسلمين انا بصراحة ودي اتكلم عن تصويرك في الكويت وتواجدك في الكويت لانه قل ما نشوفك في لقاءات في دول اخرى خارج الامارات او خارج البحراء او دول اللي تكوني متواجدة فيها ما نشوفك في لقاءات لكن بالكويت لله الحمد انش اخترتنا انتكون معنا اليوم فسعيدة جدا وجدت في الكويت لتصوير شنو هالا يام قاعدين نصور مسلسل هو مو برمضاني لبعد رمضان اسمه حريم ابوي والعمل من تأليف عبدالعزيز الحشاش واخراج استاذ مناف عبدال العمل معانا نخبة جميلة يعني من الكويت وهم البحرين الفنانة سعاد علي الفنانة نصر الشراح الفنانة نور وانا احنا طبعا الاربعة الحريم ضراير ضراير حق منو ضراير لشخصية الزوج ما لوجود هو من اول حلقة يختفي فعاد تبتدي طبعا هو العمل ما بيقول كوميدي لكن معتمد على الكوميديا الموقف فبالتالي نمر في معاناة كثيرة نمر بأحداث فيها خفة دم وكوميديا نبين للناس شقد ان كثير ما احنا ضراير وحاطين دوبنا ودوب بعض الا ان في النهاية نتفق وحبين بعض فتمر كل هالأمور في قالب كوميدي خفيف وان شاء الله يا رب يعجب الناس ان شاء الله يا رب موفقك الخير لو انتكلم عن لو اني اعرف خاتمتي الاسم خيال يعني جميل جدا لمسلسل ولكن فيه تجربة انتاج جميلة تخضينها لأول مرة على ما اعتقد نتكلم عن هذا الموضوع العمل لو اني اعرف خاتمتي من تأليف اسماعيل عبدالله هو من اكثر الكتاب تميزا بالمسرح ويمكن هذا اول عمل التلفزيوني يكتبه ومن اخراج السادة احمد المقلى هو اول عمل من انتاجنا وبصراحة فيه تخوف لان مسألة الانتاج مو بسهلة انتش انت تدخلين في تجربة ممكن من خلالها تخسرين زملاء بصراحة لان التعامل كمنتجة غير عن التعامل كممثلة فبالتالي حاولنا احنا عاد نوازن الامور حاولنا يعني شخصين انا وحبيب طبعا هو اصلا الكل بالكل وقلت لي ارجوك حبيبي لا تحطني بالصور خلني كممثلة افضل وشلونه مع الانتاج شوف ايه بصراحة يعني مو لانه زوجي بس طيب زيادة عن اللزوم يعني لدرجتنا في بعض المواقف اقول لي ما يصير يعني هي ترى الشغل شغل ومحتاجة جدية ومحتاجة صرامة اوكي ندلأ زملائنا عادي ونحترمهم ونخليهم يعني على راسنا لكن في النهاية في قانون نمشي عليه في الشغل يعني لابد اننا نلتزم بالمواعيد نلتزم بالحضور نلتزم بالحفظ العمل ثقيل صح وما قلوم البعض يعني تعب لان حواراتها صراحة ثقيلة يعني وفيها قيمة فمو الحوار اللي احنا نقوله بشكل يومي العادي فالحمد الله انتهينا من تصويرها وحاليا في مرحلة منتاج وان شاء الله بيكون في رمضان ان شاء الله يعجب الناس غيره في شي برمضان؟ برمضان انا صورت عمل ثاني بس ظاهرنا تأجلي بعد رمضان هو مسلسل طريق المعلمات من تأليف بشاير محمد واخراج سائد الهواري هو عمل سعودي يتكلم عن من اسمه طريق المعلمات المشاكل اللي يتعرضون لها المعلمات المغتربات في السعودية فهي قضية مهمة تمس المجتمع السعودي بشكل خاص وان شاء الله يلاقي استحسان الناس ان شاء الله دايما نشوف النجاح ينبع من الشخص الواثق المستقر داخل نفسه لله الحمد تبارك الرحمن والله يتمم عليكم أجدتش تخفين أمور البيت عن الظهور أمام الإعلام فلذلك قد يحقق استقرار أكثر وذلك ينعكس على نجاح ثبوتية لشخصية تجبودوش في الوسط الفني هل هذا صحيح أم ما خفي أعظم لا هو ما في شيء ينخفي أصلا في ظل المواقع اليوم المواقع التواصل يعني الإنستجرام وتويتر والسناب شات سناب شات لا نويات قصة قلنا الناس من زمان يسوي لهم أحسابات في السناب شات وأنا توني آخر الناس بس لابد كل إنسان يكون له خصوصية في حياته بالذات الجانب اللي هو الاجتماعي حياته مع أسرته عياله مو كل شيء ننشره للناس في النهاية مثل ما قلت لك خصوصية لكن نرجع ونقول بأننا كنا فنانين وحطينا نفسنا في هالمكان فبالتالي مطلوبين يعني الناس طالبنا بأن تشوف شيء من حياتنا الخاصة خلقوا هو شيء من الفضول وفي نفس الوقت إذا كانوا معجبيننا ويحبوننا فبالتالي يحبون بعد يتشوفوننا شلون عايشين هل البعض يفكرونت أن نحن يأيين من كوكب ذاني يعرفتك؟ يعني يستغربون أن تتهاكلون مثل ما احنا ناكل صرف النهاية احنا بسيطين يمكن مو الكل بس أتكلم عن نفسي أنا مويد بسيطة لأبعد الحدود أكل مثل الناس يعني أقعد على الأرض ما عندك صبع زايد بالضباب وأحب الأكل الشعبي وأستمتع بالأشياء البسيطة والقديمة يعني بالذات طيب زوج فنان وليس أي فنان فنان ذو خبرة كبيرة بحيث أنه هو ممكن يحط يحط اختياراته تحت المجهر وممكن أنه يفصلها لحكم عليه هذا يعمل وهذا ما يفعل وهذا كذا في الأعمال الفنية هو من باب خبرته دائما نظرته المستقبلية تصيب أكثر مني أنا غير متحكم باختياراتي إنما يوجهني وينصحني ودائما يحطني في الصورة أنه ترى هذا كذا هذا زين إذا اتخذتها الخطوة هذا العمل إذا رفضته ممكن ما يكون في صالحة ينصحني ويد يوجهني أستشيره لكن في النهاية القرار يرجع لي أنا يعني تأثيره إذا بقول شقد مأثر عليه هو حياتي أحس هو قاعد مسيرني في أمور كثيرة كلمة هي حياتي أو حتلي بسؤال بينكم غيرة؟ أكيد غيرة من نوع الشديد إذا فيه كلوز الحين أنا ويد الكاميرا مأخذتني كلوز أكيد حبيبة غار عليك الله يمن يكون يخرب شوفها يعني الغيرة من باب الحب إذا الواحد ما يحب الطرف الثاني أكيد ما بيغار عليه مثل إذا كان يحبه بس أنا محكمة عقلي يعني ما أترك نفسي عبدة لمشاعري ولأفكاري ممكن تكون أفكار سلبية بس غيرة فنية إذا عمل عمل ونجح أكثر منها لا بالعكس بالعكس لا هذه بالذات ما أغار يعني بالعكس أشجعة ساعات فيه أعمال يختارها وأقول له معاليك حبيب اسمح لي أنا أقول عنها النقطة في أعمال أكون ضده في أنه يشتغل ليش؟ لأنه أحس أنه أقدم أعمال وأدوار أقوى ولقيت انتشار أكثر فهذا العمل أحس شوي أقل فمن شذيء أقول له أرجوك يعني لا تتخذ الخطوة هذه بس هو أرجع وأقول له هو نظرته دايما يعني تصيب أكثر مني وله محسوبياته أكثر ما قلت لكم لذيذة رجعوا بعد الفاصل رح تشوفون الألب من الأعمال الدراما كان لها أيضا من الأعمال الدراما الكويتية التي شاركت فيها في الفترة الماضية دعونا نتذكر الأشياء الحلوة ونبدأ الحوار فهذه حصة قد أنجم ورزقها الله بإذنه عبد الله يقول الحين بعد النفط بر السور كل شيء بيتغير بيسمون مدار السديدة وشوارة وسوقة وكل شيء لا يا إمانا ممعينونة إيه خالتي بيسمون لي اختبار بسيط وإن شاء الله يقررون الله يلا بكتش والله ودي درس البلاد أنا اللي الحين ما انقطعت عن القراءة عندي كتاب المنفلوطي وطهر حسين والرافعي عبد الله يبهم لي هذه الأدوار أو هذا الدور بالذات في الهدامة حسسني أن هالشخصية لا زالت تعيش في الحاضر مع تغير فترة الزمن شوفي أنا من شفت اللقطات يعني حسيت قلبي عورني صراحة سل على قلبك من المسلسل ما رح يتكرر أمانة إذا بنتكلم عنه كمستوى نص حوارات أحداث مخرج فنانين شاركوا بالعمل وعطوا كل يعني ما عندهم في بالمشاهد إذا بنتكلم عن مسألة الشخصية هذه اليوم ما ظن في شخصية بهالمثالية يعني في طيبة يعني في نفس الكاركتر الطيب اللي ممكن ينوخذ عليها الموقف وتسكت شوفي هي منيرة إنسانة جدا مجاهدة عاصرت أحداث قاسية على المجتمع الكويتي فقوتها وصبرها ونظرتها التفائلية هي اللي وصلتها لها المرحلة صارت شيء ويعني تزوجت يابت عيال ولازالت منيرة هي الامرأة الكويتية القوية فيها منتش منيرة شوي أنا مو بمثالية يعني في ناس تشوفوني في بعض الأدوار هذه الطيبة والمسكينة المغلوبة على أمرها هذه هيفاء بس أنا لا مو بجذي مو بلها الدرجة يعني في الحياة شلون مسيطرة نوعا ما أحاول حبيب لازم لنا شرج ويا حبيب ما يعطيني تشانس يعني سمعتي عن الشي يقولون اللي يقص شي اسمه؟ قص الحق من نفسه يعني من العروج يعني مجرد ما شوي يطلع لساني على طول دان ما يعطيني تشانس بس مع أخواني إنسانة ثانية أنا لأني الأختي الكبيرة وأمي في أمور وايد ما اعتمد علي فيها فبالتالي أمارس كل ما فيني من قوة وسلطة وسيطرة على أخواني تزوجت وما فتكينا منها لا 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 بس يعني الحمد لله يعني كبرت وكبروا أخواني ولا زالوا يعني يتشوفون فيني الأخت الكبيرة ولاقي منهم كل احترام ونعمل أخته بصراحة الحمد لله إذا ما خانتني الذاكرة العمل كان الأستاذ هيثم بدي نعم صح وكتاباته كثيرة يعني لو رجع أيضا يعمل مثل إطار هذا المسلسل نحن تقبلين نشتكوين مع نفسنا طبعا طبعا بس وين أستاذ هيثم موجود وين يعني أستاذ هيثم على الهواء أقول بأن إذا في نص مكتوب بنفس مستوى الهدامة وفي دور بنفس المستوى وهذه كلمة وجهها حتى حق أستاذ محمد دحام الشمري وينك يعني يعني أنا موجودة وأتمنى أتمنى نرجع نشتغل مع بعض لأن يعني على اللي قاعد يصير لدراما في في ارتفاع وترتنزل مرة ثانية وترتفع الظل أن في ناس معينة قاعدة تشتغل صح وأحنا نتمنى أن نشتغل مرة ثانية بنفس المستوى يعني ما قاعد ألاحظ أنتش تاخذين خط مثل بقى الفنانات كل احترام ولا هانا والآخرين ولا الجميع لو نقول أن في بعضهم يمشون على اللي السوق يبيه سواء في الكوميديا سواء في أدوار جريئة في غيرها ما أشوف الشجارين السوق باللي يبيه تشوفي أنا هو فيه لوم وما فيه لوم يعني اللوم في أنه للأسف هالطريقة قاعدة تأثر على مستوى الدراما في الخليج وما فيه لوم لأنه بعد الذوق العام صار تشديد ويمكن إحنا لنا يد في تغيير الذوق العام كممثلين لنا يد كمنتجين منفذين كمخرجين ككتاب يعني من كل صوب تلاقين فيه تأثير قوي وقاعدين يمشون ورا السوق شن السوق يطلب فهما على أساس يشتغلون فهذه يخلي الدراما تتراجع وأنا بالنسبة لي ما أبي أدخل في هذه المتاهة لأن أبي أظل مثل ما الناس تعودت عليه هيفا الممثلة اللي قاعدة تقدم شيء فيه قيمة بعيدا عن التهريج بعيدا عن الشو اليوم للأسف معظم الأعمال مش لكل عشان ما نظلم أحد بس معظم الأعمال قائمة على الاستعراض استعراض مباشر شنو تلبسين من ماركات شنو الميكاب اللي تحطينا التسريحات اللي بانها حدود الأزياء المبالغ فيها شيء من طبيعي الناس تحد وصراحة هذه الأعمال قاعدة تنجح على حسابنا احنا الضحية اشلونا على حسابنا احنا الضحية رح أشوف وأجاوب على هذا السؤال وأخذ إجابة من بعد غصات الحنين ورنا ماما ماما اللي اتي من هذه المغامرة مغامرة شلونا تسمينها مغامرة يا مريم مو الريال الريال كان مجرد أداة لهم أداة بيتاجه تشف نص الحقيقة لكن باقي النص الثاني مريم مريم انتي بات عاربي أعرف 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 أمي أعرف أني غالي عندك في شنو تفكرين أفكر في الصندوق باهم شنون صارت الحجارة من قام فعلا أمر غريب اللي أغرب من هذا تصرف الضابق مصدق الكلام اللي قلته أكبرنا بس لو عادت بكون الدهب أو على الأقل يكون عندي شان قدمت لهم عمزين خاطر ألو خان أبكي فيهو نديم اكمنت اكمنت نديم أنا بس أتمنى من الكنترول أنه يعني يخلون على المشهد هاي اللي شعري الكيرلي يكون ستل على الصورة عشان نتكلم على على موضوع الشو والمكياج لا تسريحات لأن تسريحتي مش طبيعية صحيحة يلا هو يلا هو يلا هو يلا هو يلا هو يلا هو لا يلا هو لا يلا هو يخدم الدور حبيب عند عرضة الحين أوبريت في غمارات فمادري خلص ولا لا أتواقع لو يتوفر ممكن يطلقني ولو شاف بيصور قبل الزواج كان متشاف بس نرجع نتكلم عن الميكيب يعني شوفي هذه عمل من الأعمال اللي قدمناها من قبل عشر سنين تقليل عن 2004 لا في استعراض ولا في شو ولا في ذاك الميكيب لكن العمل نجح ولحد الآن الناس تتذكرا لأنه بسيط وفكرتها أيضا مو بمستهلكة يعني تتكلم عن التجارة بين الخليج والهند وكيف كان العلاقة بين ونتكلمين هندي ونتكلم هندي وكان مطلوب مننا طبعا من ضمن الأحداث أن ننسجن والمربع أحداث فيها معاناة ونركض تكرمي نحفي بدون ننعال وفي وضع ومكان خطر جدا في مستنقعات كثيرة وفي المستنقعات تعرفين بالهند شلون في خطورة لأن الثعابين يعني مكانهم بهالأماكن صح فعرضنا رحنا للخطر وفي نفس الوقت طلع العمل من أروع ما يكون وفيه قيمة يعني بين القيمة أنت جردت نفسكم من كل شيء الكيرلي لا أطلع فاصل لذيذة يا ناسي نحن طلعنا فاصل صجو تمينا طول الفاصل نضحك إن شاء الله خير يا رب العالمين إن شاء الله يا رب لو نرجع لمحور حديثنا الأصلي نقول إنه البعض يقول إنه هناك مبالغة في المطالبات المادية يعني الأجر من ناحية إن شاء الله هذا صحيح من ناحيتي أنا أي لازم تستضيفين باسم عبد الأمير أوجه له تحية دقوا على باسم دقوا عليه وقولوا لا يعني ده من حج الناس شوفاي الفنان أكيد يوصل لمرحلة ياخذ أجر معين ويكون عالي بالذات إذا وصل لمرحلات النجومية وإن الناس يعني التابعة بقوة لمحطات تطلبها وتفرض في محطات تحرص على وجود هذا الفنان صح لكن ما يمنعني في بعض الأعمال بالعكس في مراحة كبيرة مني وأحاول علشان ما أخسر لأننا في النهاية إحنا قاعدين صحيح إن هذا شغل لكن بعد تبقى العلاقات يعني الأخوة والصداقة وإننا ما نبي نخسر بعض يعني صحيح كأصدقاء وكأخوان أكيد فبالتالي أنظر من ناحية ثانية كيف الميزانية أي محطة اللي راح تنتج العمل هم إذا كان في شيء خليني أتنازل بالعكس أتعاون ما أصر مثل ما يشاع عني صراحة أنا مادري أنا يمكن علشان خريجة بنوك فتفكيري شوي يكون من ناحية المادية والجسدية بشكل كبير يعني أنا شخصيا أفضل أن يكون هناك ارتفاع بالأجر وعمل واحد على أن يكون هناك انخفاض بالأجر وثلاث أربع أعمال والمشاهد أساسا يمكن يخسرني طبعا طبعا يعني في النهاية المهم عندك تقدمين أو تشوفين الكيف مش الكم الكم ينفع الفنان في بداية مشوار الفني صح عفوا يعني يحب أن يكون له تواجد الناس تعرفه أكثر يشتهر بسرعة فمسألة الكم أنه لو يشتغل في ثلاث أربع أعمال في السنة عادي تمشي وبالعكس لأنه وجه جديد فالناس تتقبله من كثر ما ضحكنا فيماي فبس لما يوصل لمرحلة معينة ترى كثافة الظهورة على الشاشة بالعكس ستأثر عليه تأثير سلبي والناس تمل منه ويبتدون يتطنزون أصلا عليه يعني في فترة من الفترات قالوا عن سين من الفنانات بأنه نفتح الحنفية بالضبط اللاقيها ليش؟ لأنه تطلع بست أعمال يعني وخمسة أعمال ويأثر على أسهمها في النهاية دائما تحبين تكسرين القاعدة في فترة ظهور المسلسلات التركية وهي في أوجها بقمة الرومانسية ظهرت في هذه الأعمال على أجزاء وكسرت قاعدة الرومانسية الموجودة فقط في العالم التركي وأيضا أثبتتوها أنها موجودة في العالم العربي تقبلوها أو رفضوها ولكن تابعوها شوفوها معنا الإنسان بيرادته يقدر يهزم المستحيل ويحقك كل اللي يتمنى بس يحتاج للصبر وطولة البال وإذا معجبكم تصرفاتي وسلوكي ما حاجة بركم تتحملوا الله ومعاك رسمت الحلم وحدود الأمل بوجودك وبحضورك حولي تلونت أيام طفولتي إذا تحبني وان يا قلبي وروحي انت لا تعيد الكلمة اللي قلتها شلون ما أحب وأنا منفتحت عيني لقيتها جدامي وهو كان بالنسبة لي الأخ اللي انحرمنا من وجوده في حياتنا وبالنسبة لي للصديق والرفيق اللي ألجأ له وقت الضيج ظروف قاسية وختامها كان حادث فقط زوجته وبنت المسكينة صارت مقعدة بسبب هالحادث في منها النوعية من الحريمة الحين؟ لا طبعا خلوا صوي شدابة أنا أنا شدابة لا 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 يعني في طيبة أكيد إن الخلية تخربت بس بها المثالية وبها تنكسر والظل تستمر على نفس الطيبة وبدون ما تتأثر لا لا بس على فكرة هي شخصية ليلى عندها عزة نفس بشكل كبير لدرجة أن حتى يوم زوجها تقبلها وقام يحاول بأن يتقرب منها هي كانت ترفض هالموضوع يعني فينا وعية من النساء تشذي على أنها تحب قلبها لأن العقل يظل شقال هو في عقل أصلا هو فيه فيه بعد ما تنصدم كم صدمة؟ أنت حرمة وأنا حرمة عقل وزوجي دايما يقول أنت ما فيك عقل دايما يقول أني ما فيني عقل بس هذه واقع دايما المرأة يعني تتصرف مشاعرها التي تقودها أكثر من عقلها وهذا اللي يميز المرأة يعني أنها رومانسية ينقص عليها لا مو قصة أن ينقص عليها كثير لأنها حساسة دايما أحاسيسها ومشاعرها أيها التي تقودها فبالتالي ممكن تتعرض لوايد مطبات في حياتها طيب ظلمت إعلاميا في الفترة السابقة؟ أي فترة؟ فترة السابقة هذه اللي مضت هل مرأة عليك فترة هل ليش ظلمتي إعلاميا؟ أعمال ما خذت حقها؟ أي الحقيقة فيه أعمال اشتغلتها ما خذت حقها مثل مسلسل قياضة هو مسلسل إماراتي من أخراج سلوم حداد العمل العمل جدا ضخم وحلو وتراثي يعني في النهاية يتكلم عن يعني تراث الإمارات نظلم لأنه يمكن لأنه محلي دائما الأعمال المحلية تشتهر وتلاقي نجاح في الدولة نفسها صح بس تمنيت أنه يعني نعرض للمسلسل على قنوات ثانية أو يعاد عرضة على الأقل يعني هو لا عادة طبعا عادة لا على القنوات الأخرى يعني إحنا ما شفنا لأن تشارك لأنه محلي فهذه مشكلة المسلسل ولو إنه نشوف منه لقطات يلا ما به وحتى إذاية أخوتش ما بيرضى فيه ليش يعني؟ هو اللي بيتزوج ولا أنا؟ تكلميني كأنك ما تعرفين أخوتش عارفت منه زين يا أمي ما يصير يغصبني على شيء ما بي لو على جثتي بتتمين من غير زواج أحسن أحسن منك زوج واحد ما بطيقة لنا أنت يا راشد ألف واحدة تتمنىك وفي بنات أحسن من عليها بعد وأنا متأكدة أن اللي بتعيش معاك بتكون سعيدة وبتحسد نفسها على هالعيشة هي وللأسف مو بفارقة معاه وكل يوم ضرابة على هالسالفة ولو در أني كلمتك الحين ما بيحصل خير والله يستر على حال هل مريلك فوق راجب تامعة ولا لا هل تجعلها بس جملة متبت متحملنا ما قلت يمكن بتعقل يمكن هالوية هدية أنا مبينونة ولأني عقل ويقول لك هالبين ذات ما بتغير رأيي هالية عبد الله بس يجيك أختك هادي مو عدوتك سمحي لي أني أقول صورة المسلسل كصورة وأنتي تابعين حلوة صورة سينمائية سينمائية أوجه لتحية أستاذ سلم حداد طلبني في الجزء الثاني بس علشان أنا مرتبة طبعا مال ثاني ما قدرت أشتغل يعني معاهم في الجزء الثاني لكن العمل أكثر من روعة ونتمنى أن يعني يعيدون عرضها علشان ياخذ حقه والناس تشوفها طيب الدراما الخليجية هل قاعدت تزاحم الدراما العربية في الانتشار أو لا زالت في حدود الخليج كانت تزاحم كانت في فترة من الفترات كانت الدراما عندنا يعني فيها انتعاش ونشاط واجتهاد والكل يشتغل بحماس ومن باب حبه للفن شو اللي صار؟ يمكن دخلاء دخلاء الدخلاء على الفن أثره بشكل كبير على مستوى العمل إذا كان الوجه الجديد ما عنده الموهبة ما يمتلك موهبة حقيقية فبالتالي حتى لو كان دور قوي ومعا ناس أقوية لأنه بيأثر على مستوى بتنزل مستوى المشاهد فهذه سبب رئيسي وبعدين مو بالكل لبعض منهم المنتجين صاروا يسترخصون يشوفون مثلا فلان أجر عالي فلانة أجر عالي فعلشان ما يدفعون يضطرون أن يشوفون الأقل مثلين الدرجة الثانية أو الثالثة بس يأثر درجة العاشرة يمكن بعد العاشرة لا تبين الأقوى المشكلة نحن ندري أنه فيه دخلاء بس تعال سملي الدخلاء تقدر بعد القاصل إيمان أول شي قبل مسك بالخير ونقول لك يعطيك ألف عافية لكن خلونا نشوف هذه اللقطات وأيضا نتكلم عنها هاني تشكي هاني تزعل هاني تضحك هاني تحلم مالي بجاني خلاص انسوني أنا بلتسح بلتشلة لأنك عاشة بين هلك ولقي كل الاحترام والتقدير وهلك لا يمكن يسمحون لأحد أن يتعدى عليها ها أنا يا تخبرت يا تخبرت والله إني قاعدة تصرف تصرف تصرفات لا تقبيلية أبدت صار نقول بنات والله ذاك اليوم صار شي غريب لبست حلق ولسيت لبس الثانية كيف؟ تخيلوا إنها خذت الرفصة بالفياز والأمور الثانية اللي ما كانت تغطر على بالها قبل والله وفوق هذا كل لخذت الرفصة صار لها كمزمول وهي تشتغل فيه صار نقول؟ والله كلهم ما حاجتها للفلوس؟ طال ما درينا لا إحنا ولا نقبل لنقروف إبراهيم واو وان شاء الله عليكم والله شغل مرتب لحتيت جاهزوا بكلها الأغراب هذا قبل الزواج ولا بعد الزواج هذا بعد الزواج توني قادة أقول لهم إنه هذي وجود الزوج يسوي دعم يعني 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 يدفع لي ومفهم لدعمك دعمها صراحة إلى الأمام اللي بخليتش مخضر بس الكوميديا حبناتش فيها أنا شخصيا لما كنت أتابع كنت أقول شي غريب ويديت بس حلو عليها الكوميديا تيكان هذي طبعا المسلسل من تأليف ليلى الهلالي وأخراج عامر الحمود في البعض والبعض يعني الكثيرين يعني اللي هاجموا بصراحة المسلسل لأنه يقولون نحن ما نتكلم بها الطريقة وهذا الكراكتر غريب وشلون انتي تمثلين البنت السعودية بها الطريقة أول شي يعني مثلتها بشكل لائق وراقي بنت ملتزمة ومتحجبة وما ترضى بالغلط وكذا لكن لأنه أنا مسوية كراكتر وداخله في جو الكوميدي يعني فبالتالي طلع معاي الشكل اللي انت تشوفته وبعد أن تبارك الرحمن في مجتمع السعودي نلقى بنات خفة دم يننون والله يننون أنا عاشرتهم شخصيا وشفت على الإنستغرام وقعدين بين اتصالات وكذا يعني عندهم خفة دم تبارك الرحمن وأبدا ما كان قصدي أن أنا أسيء لا هي شخصية من مليون هي كراكتر متعميم طلع معاي من باب أن البنت يعني يعني شو أقول يعني أنها مبغبية لكن ساذجة يعني بنت بريئة وريكشنات على النية بالضبط يلا خلينا نقول على النية على النية بصراحة أنا اللي على نياتي ونسيت إنستغرامنا سوري عمر وعبد العزيز إنستغرامنا وسناب شاتنا موجودين ولو أن الوقت بدأ يخلص لكن نقول هذا مجهود شباب لابد أن يذكر ومجهودكم أنه أنتوا قاعدين تتواصلون ويانا وتيكنا عليه كم مرة بالفاصل وليقينا وائد أشياء لأن إنسانا رائعة الأمانة ويمكن إن شاء الله نلتقي مو بس هذه آخر مرة أكيد أكيد عشان يكون في تواصل ترى بقول في الإنستغرام إن الوطن نسوني حبايبي حبايبي صرتي من لستة الناس اللي على قلتهم ترفس الباب ودش نحن عندنا لستة معينة الأماكن الأماكن كلها رح تشتاق لكم لو نقول وسائل التواصل الاجتماعي ووجودك فيهم يعني للتو ضفنا بعض على فكرة في الإنستغرام فلقيتش كاتبة حسابي في تويتر يعني في عنديش حساب في تويتر وعنديش حساب في الإنستغرام غير أنا قبل أسوي حساب أصلا في الإنستغرام كان عندي حساب في تويتر وكنت وايد متفاعلة مع الناس لكن يوم طلع الإنستغرام انشغلت فيه لأنه أقرب لنا إحنا كفنانين بعد فترة من الزمن بعد ما وصلوا الفولوورز فوق فوق يمكن ستمية وثمانين سبعمائة فولوورز سبعمائة ألف تحكر للأسف تحكر في ناس ردوا حساباتهم إيه بس أنا ما قدرت وسويت حساب يديد وهم بعد ليل حين نشيطة فيه وقريب مني وايد لأنه مجربني من الناس وبعدين بغض النظر عن الكومنتات العقليات الصغيرة لأنه بالمقابل فيه كومنتات من أروع ما يكون وناس راقية وفاهمة ويدفعوننا يعني ودعميننا بشكل ما تتصورين أنا بالنسبة لي بعض الناس اللي ممكن يكونون شوي يغردون برا السرب يكون نتاج أنه قد يتصور أنك أنت ويا في نفس البيت أو نفس المجتمع ما ألوم لأن في بعض الناس إحنا هم بشر لما أشوف لبس غير عن مجتمعي في بلدي أطالعها بنظرة أن هذه ليش لابسة شديدة هذا بالنسبة حق الحرمة ممكن بس الرياض لما يتشور ينشكح يتصور انتسام عريضة وإحنا اللي قاعدين نحتشام ونحاول قل ما نقدر راعي المجتمع لكن نشوف عدد الفولوورز يعني عدد قليل ما في أحد مرتاح يعني أناهيج عن الحسابات اللي قاعدة تشتري متابعين حتى بعد ما صار الموضوع يعني لازال برامج هذه موجودة أن يشترون متابعين يشترون لايكات فهذا شي موجود وإحنا نعرف من ونقول في النهاية يعني كيف مع الدخلاء مع الدخلاء فعلا وللأسف الانستجرام على فكرة صجنا فيه فئة يعني لازالهم محافظين ومتمسكين بعاداتهم ومبادئهم لكن من جهة ثانية تشوفين البعض عدد في الورزات هي يعني كبيرة لأنها معتمدة على الشو ولأن الانستجرام صورة قبل الصوت فبالتالي الناس تحب أن تشوف الأشياء هذه يعني من ميكاب من أزياء صح تحب تكون صور بروفيشنال يعني لها فضول على العالم فضول وغير أن البرنامج صور فبالتالي أي صورة حلوة تجذبني فرح أسوي فلو للحساب لأنه صور حلوة أنا بصراحة مو صورة اللي اجذبتني الشخصية الحقيقية اللي اجذبتني يعني هذي شيء جميل وإحنا نتمنى من الناس ومتابعيننا على هذه المواقع بإني يفهمون أنا ممثلة صح مو بعرضة فبالتالي اللي بعرضة لكم يومياتي أعمالي طبيعتي بغض النظر عن الشو عشان شدي سوية تلتش فولو لأنه بصراحة مثل ما قلتش أنا اللي عجبني الشخصية الحقيقية للأمانة ودايما لما نعاشر الناس نعرفهم أكثر صح وإن شاء الله نلتقي في المرات اليايا أكثر وأكثر ومنها الأعلى وخليتش مثل ما أنتي إن شاء الله أحاول صراحة في ظل اللي قاعد يصير في هزمن ما تبدأ أنت تعتزلي؟ لا 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 إن شاء الله لا يعني حلو وبحاول أصارع يعني عرفتين أعبتين بحاول أصارخ لا 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 أصارع اللي قاعد يصير علشان أثبت بأن ما يصح إلا الصحيح ختام هامسك اجتمتعتنا اليوم بصراحة الحين حسيت أن الويكيند يبدأ بسنتاع لأن معاك أشخاص طاقتهم إيجابية ابتسامتهم ما تفارقهم إن شاء الله دوم مثل الإنسان اللي اسم على مسمى لأنه حققت معادلة لكل من اسمه نصيب هيفاء وهي دائمة كذلك بس محن على خير